السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازوك يا شباب النهاردة ان شاء الله في الفيديو ده حنتعرض لطبيك مشهور جدا برضه في الـ اسمه الـ طبعا الـ من ايه يا صنطاوي ايه الفكرة يعني هي من ايه بالزبط دي بتبقى الـ فيها حالات خاصة من الـ من الـ احنا بنتعرض لها من بتاع الـ يعني من الـ طبعا الـ بتتحل زيه زي كل الـ بتتحل بكذا طريقة او سيمبلكس زي ما حنشوف في فيديو بعد كده ولكن احنا حنتعرض لها في الكورس بتاعنا ده او في الفيديو ده حنتعرض لها من وجهة نظر بس يعني حنتعرف على شكلها ازاي في القصة بيبقى الـ بتعكس طبعا موجودة في الواقع بشكل او باخر الـ بيبقى فيها شوية شوية بتخليها الـ الـ اللي فيها جاية من الـ كل واحد من الانواع ديه كل واحد من الـ كل كاسم التلاتة اللي قدامنا دول على الشاشة طبعا هم اكتر من كده لكن انا حابب ان انا اديك يعني انترو كده فيديو او انترو اجزامبل لكل واحد من اسهل او اشهر تلاتة نواع من الـ 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 ممكن وهو لسه ما تحلش بالـ تكتشف ان هو سوري وفي نفس الوقت ايه بتاعهم يعني ايه المرجعية الاساسية راجعة منين من الواقع يعني السيستم نفسه بيحمل ايه من الصفات من الخصائص اللي يخلي الماثيماتيكال موديل بتاع السيستم ده سبيشيال كيس وبالطبيعة طبعا الحل يباني ازاي برضو الخصوصية اللي في الاسبيشيال كيس كحل دون اسهاب يعني في التفاصيل وفي فلسفات الامر تعالى نخش على طول على اول اسبيشيال كيس قبل بس ما اخش انا حابب اقولك ان المحاضرة دي او الفيديو ده ما هو الا extension احنا انا قاصدي بقى كده يعني للـ فاللي ما شفش الـ او الفيديو بتاع الـ يرجع يتفرج على الـ المثود الاول وقبل الـ يعني انت لازم تشوف او تقرأ او تبقى عارف تبقى familiar بـ الـ بعد ما تبقى familiar بالـ الـ ممكن بعد كده تتفرج على الفيديو ده الـ يعني مش هيستفيد قوي من الفيديو اللي ما يعرفش اصلا الـ بتتحلل زي او الـ يعني الـ اساسيات الامر يعني طيب احنا زي ما اتفقنا كده او احنا عندنا فيه هتعرض لـ اول كيس منهم multi-optimal solution multi-optimal solution مهم جدا يا شباب ان انت تبقى فاهم ان انت تشخيصك لان الموديل ده multi-optimal او تشخيصك لنوع الموديل نوع الـ اللي في الموديل هو حل المسألة يعني بـ بالعد والنقد مسألة انت تعرفت على ان هي من نوع كذا ده حل المسألة يعني تشخيصك ان الحالة دي حالة خاصة من نوع واحد او اتنين او ثلاثة اللي مدهم لك هي دي حل المسألة المهم انا حميمك حسميوليت كاني معرفش ان دي وحبتدي حل الماثيماتيكال موديل ده اللي قدامنا ده والماثيماتيكال موديل ده زي ما احنا فاهمين بيتحل بالجرافيكال الماثود اللي انت مفروض فاميلي ربيها وعارفها من اللي اللي فات او الفيديوز اللي فاتت بطريقة نريتريفها بسرعة كده هو انت بتبتدي تحل من اول كونسترينت اتفقنا من الماثيماتيكال موديل ثري كومبوننس الوبجيكتف فانشن الكونسترينت واللوجيك كونسترينت هتاخد الاول سطر في الكونسترينت يعني اول سطر بعد الوبجيكتف فانشن اول سطر بعد است المسألة دي تتكون من اتنين كونسترينت بلاس اللوجيك كونسترينت تحت والوبجيكتف فانشن انا باتكلم على الكونبوننت اللي في النص هرسم كونسترينت كونسترينت على جراف اكس واي بلين ومن الحل حيبان او من الرسم حيبان النوع المسألة دية هو سفيشيال كيس ولا لأ ليه حل يونيك ليه حل مالتي ملوش حل اصلا هنتعرف على الكلام ده المهم احنا الوقتي فرصة برضو نراجع فكرة بيتحل ازاي اول كونسترينت ده احنا اتفقنا في ثري سب ستابس بتتعمل السكيم اللي بيحل الجرافيكا الماثود بياخد كونسترينت كونسترينت يعمل لهم ثري سب ستابس اول ستاب ان انا بحوله لإكواجين بجيب نقطتين على الإكواجين في ساكند سب ستاب واخر سب ستاب برسم الستريت لاين واجيب بدلالة النقطتين يعني واجيب الساتيسفاكشن اريا هل هي تحت فوق يمين شمال الساتيسفاكشن اريا او الاريا اللي بيحققها الكونسترينت ده انكيس نوكن كونسترينت طبعا انكيس نوكن انيكواليتي لانه ممكن جدا يبقى ايكواجين ممكن يبقى نقطة ممكن يبقى واتيفر ايه وممكن في اخر الفيديو ده برضو نتعرض لشوية تريكس مشهورة جدا في الجرافيكال سوليوشن المهم يبقى ده هحوله الاكواجين هشيل دي وحط ايكول باول انا طبعا هجري بسرعة على الستابس ده لانه المفروض انها مشروحة في فيديو فات عايز اجيب نقطتين اتفقنا النقطة بعوض اكس وان مرة بزيرو واشوف اكس تو كان بكام اكس وان لو حطتها بزيرو يبقى اكس تو ايكوال فايف يبقى اكس تو بتو بوين فايف يعني اول نقطة عبارة عن زيرو وتو بوين فايف تاني نقطة هعوض الواي بقى بزيرو او اكس تو بزيرو واشوف اكس وان بكام دي اتعوضت بزيرو وراحت دي في الغسيل اكس وان ايكوال فايف يبقى فايف وزيرو يبقى دوله النقطتين اللي بيهم الاستريت لاين اكس وان بلاس 2 اكس تو ايكوال فايف بيخبط في الاكس والواي اكسيز بيخبط في اكس وان واكس اكسيز اللي في المسألة طيب تعالوا نشوف الكلام ده مرسوم ازاي بسرعة كده وانطير مش عايزين يعني نضيع وقت في الكلام احنا فاميلي ربيه وكلمنا فيه قبل كده زيرو تو بوين فايف اهي وفايف وزيرو اهي النقطتين اللي جبتوهم على الاستريت لاين اكواجين دي وشدت الخط ده بينهم وده طبعا ما تنساش تسيركل او تعمل سيركل كده از ان انديكيتور يعني ان ده الايه الكونسترينت الاولاني ايه بقى في التلات خطوات اللي احنا بندملهم او بنحققهم في كل الخطوة التالتة الكونسترينت الاولاني لسه ما عارفتش الساتيسفاكشن اريا بتاعته قلنا بنعملها ازاي بنرجع للانيكواليتي اللي منها الاكواجين بعد ما حولتها اكواجين وجبت نقطتين على الاكواجين ورسمت الاكواجين ارجع بالانيكواليتي يا عام عوض بالزيرو والزيرو عوض بالاولوجين زيرو بلاس زيرو يبقى الليفت هان سايد كله زيرو اقل من خمسة ترو ولا فولس الكلام ده ترو فعلا الزيرو بلاس زيرو بيفولفيل الانيكواليتي انه اقل من خمسة يبقى الاريا اللي فيها الزيرو والزيرو هي ساتيسفاكشن اريا وزي ما انا عامل كده قدامك اللي يعني جاية على الحتة اللي هي بلو الانيكواليتي اللي مرسوم على الخط انا عايزك تتخيل بس الرسمة ده من غير الايه الانيكواليتي التاني يعني طيب رجعت رسمة التاني الكونسترينت التاني بنفس المثادولوجي بنفس القصة خلاص الموضوع بقى مش محتاج الموضوع كله بقى بسيط خالص اكس وان بلاس اكس تو ايكوال فور حولتها اكواجين النقطتين حتبقى زيرو فور وفور وزيرو والنقطتين دول لما ارسمهم حارسمهم بالمنظر ده ادي زيرو فور ادي زيرو فور ادي زيرو فور ودي فور وزيرو وشديت خط الساتيسفاكشن اريع وات زيرو بلاس زيرو اقل من اربعة ترو يبقى اقل من الانيكواليتي 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 رقم اتنين او الاكواجين رقم اتنين او هي البيلو الاريالي فيها زيرو زيرو يعني هجو همشي باتجاه الزيرو والarina اللي فيها الزيرو هي تبقى الarina بتاعد ال feeder لو كان false يبقى الاريا اللي ما شاش الزيرو يعني حاب بعد عن الزيرو يعني باختصار انت هتاخد الزيرو في حضنك ويبقى دي الاريا اللي فيها الزيرو هي再tsafation area لو كان الد baholete بتviolate facial يعني مش مشة يبقى هتدي الزيرو ظهرك وتبعد الاريا اللي فيها تتحرك للاريا الى عكس اللي فيها الزيرو طيب بعد ما عملنا الكلام ده كله بنحدد الفيز بالريجين تعالى نمسح كده ونبتدي نضللها انا اقدر اقولك ان الفيز بالريجين هي ايه هي دي هي الحتة دي ودي كورنر بوينت ودي كورنر بوينت ودي كورنر بوينت تقدر تقول تقدر تقول كورنر خلاص تعملها شيد دي اولاد تعملها بتشيد البوردرز بس بتشيد بتبلدها بترسمها كلها بالاسود بلاب ده كله كلام بسيط ما يفرش معايا المهم انت بقى فاهم ان الحتة دي هي الايه الساتسفاكشن اريا او الفيز بال اريا اسمها ايه دي بقى اسمها فيزبل الله فيزبل اريا شوف اللفظ جميل جدا اسمها بالعربي منطقة الحلول الممكنة فيزبل اريا ولازم طبعا تينديكيت الكلام ده لما تيجي تحل تمام ليه كم كورنر بوينت يا صديقي ادي اي بي سي دي الكورنينس في عياتهم موجودة اه فيه تلاتة كورنينس في عياتهم بتلاتة بوينت الكورنينس موجودين لانها موجودين على الاكسيز الاثنين اتفقنا على كده لكن في واحد جوه هتطر ان انا حل ساملتينيس لي الاثنين اكواجنز دول مع بعض اللي هم اكس وان بلاس اكس تو ايقوال فور تمام الكلام ده وكمان اكس وان بلاس تو اكس تو ايقوال فايف ده الكنسترينت الاولاني متنساش وده الكنسترينت التاني حلوهم ساملتينيس لي مع بعض دون تضيع وقت بقى في كلام مفهوم هنطرح رقم اثنين من رقم واحد حيطير ده في الغسيل الترم ده كله حيطير وان حيطير خالص وإكس واحد من إكس واحد بزيرو إكس تو من تو إكس تو حيديني إكس تو واحدة واحد بيعملها هنا بقى وخلي بالك بقى من تركي مستيكس دي بقى يعني العبيت اللي احنا مش عايزين نضيعها فيه وقتنا ولا نمرنا واحد يقولك إكس تو 2 إكس تو منس إكس تو طار إكس تو مع إكس تو وتفضل اتنين الكلام ده يعني لا يليق بالمستوى اللي احنا فيه يا شباب احنا عايزين إيه نجري شوية سوري طبعا للتنبيه ده بس الحاجات من اللي بشوفها والله إكس تو منس 2 إكس تو منس إكس تو يبقى طارت إكس تو من الاتنين وفضل إكس تو التانية و 5-4 يبقى بـ 1 إكس تو تلقى دي كامة عم الشيخ إكس تو إكوال 1 طب وإكس وان هتبقى بكام إكس تو بلاس إكس 1 إكوال 4 يبقى إكس 1 إكوال 3 بالظبط سمع واحد بيقسم يبقى الـ .C دي عبارة عن كام عبارة عن 3 و 1 خد بالك الرسمة مش جايبها بالظبط ودي 4 و 0 ده كلام جميل جدا لأن point B طب ودي point D عبارة عن إيه 0 و 2.5 كلام جميل جدا خالص كلام معقول كلام جميل ما قدرش أقول حاجة عنه طيب وبالنسبة لإيه عبارة عن 0 و 0 إيه اللي ناقصة سنطاوي إحنا جبنا الـ والكوردنس بقيتها إكس وان وإكس طول كل بوينت من الإكسترين بوينت تمام نايس إيه بقى نايس إيه أنا أعوض فين في الـ objective function الـ objective function كان بتقول إيه ما تيجي نشوفها كده بسرعة كان بتقول لك هات كده عامة نمسح ده كله عشان تمام جدا كان بتقول لك يبقى أنا عندي point A عبارة عن 0 و 0 point B عبارة عن 4 و 0 point C عبارة عن 3 و 1 point D عبارة عن 0 و 2.5 ده كلام مزبوط و علمي لما نيجي نعود دي في الزي أولاد و هنعود دي في الزي و هنعود دي في الزي و هنعود دي في الزي 0 2 times 0 plus 4 times 0 دي بـ 0 2 times 4 plus 4 times 0 دي بـ 8 و اتبالك من النقطة بقى C عبارة عن 3 times 2 بـ 6 و 4 times 1 دي بـ 10 و point D عبارة عن 2 times 0 راحت في الغسيل يا حبيبي 4 times 2.5 بـ 10 أنا بدور على الماكس ولا الميني أنا بدور على الماكس يعني أخذ أكبر ولا أقل أكبر اوبا ده point C و point D لتنين جايبين القيمة الأكبر يعني الحل طالع أعلى نمرة أول وأول مقرر أعلى value في الـ objective function 2 points 2 points ده كلام خطير جدا طيب ولو كنت لو كنت المسألة لو كان اللي 2 2 points من set of corner points من الكارانر جايبين أعلى قيمة وأنا بحل ماكس يبقى دي special case اسمها multi optimal solution وتعالنا نتعرف عليها الأول على الرسمة زي ما احنا متفقين كده هو زي ما هما كده هو هكتبها لك على الحتة دي بص بأخذ بالك اخذ بالك جدا دي جايب عشرة في الز function ودي جايب عشرة في الز function حارى العلماء والفلاسفة والأدباء هل هي point c optimal ولا point d optimal لحصول الاتنين points على أعلى قيمة في الobjective function يا ريت يا ريت يا ريت عمري ما حبيت حضرتك كده هو تقفل الفيديو وتفكر وتسمع بعد كده الإجابة ما تضيعش على نفسك فرصة لعلامة ما تضيعش على نفسك أبدا فرصة لعلامة هل point c هي لوحدها optimal ولا point d هي لوحدها optimal ولا point c وpoint d وده ممكن نفوت على الكلام ده نعمل voting على الكلام ده ممكن نركز كده ولا point c وpoint d لاتنين مع بعض optimal أنا سامع ناس حاسس بيهم يعني كأنني سامعهم بواحد بيقول لي لا ده c optimal لأن فيها two products الفالو بتاعت x1 ب ب ب ب ثري والفالو بتاعت x2 ب1 وفي واحد تاني بيقول لي لا سنتوي خد بالك ده point d زيها زي c لأن هي حتى لو كانت x1 فيها بزيرو لكن z function بتان المهمة z function ده كلام مظبوط واحد بيقول لي لا يا سنتوي point c أو point d اختار واحد من الاثنين التلات إجابات دول غلط ليه غلط لأن actually هي مش point c بس اللي حتدي أعلى حاجة في الobjective function ولا point d بس اللي حتدي أعلى حاجة في الobjective function ده انتناسي كمان الlinear combination اللي بينهم كل الpoints اللي بينهم يا آه كل الpoints أي point موجود على السيجمنت ده تعال نتفي بس على حاجة ده اسمه سيجمنت يعني لما بقول كده يا ولاد في الماثماتيكس لما بقول كده cd كده بيبقى اسمه ايه access cd كده اسمه يعني ليه start وما لهش end من ناحية طب عايز أقول الpoints اللي بين بين السي و الدي بما فيهم السي و الدي بكتبها كده بكتبها بالشكل ده segment cd مقطع بالعربي يعني ايه يعني كل الpoints اللي بين السي و الدي والسي و الدي الحل بتاع المسألة دي إن أي point بت belong للسي segment cd بتدي في الobjective function 10 جبت أي point من الpoints دي فليكن مثلا طب أنا عايز أعرف دلوقتي هل هي يعني هي x1 plus 2 x2 equal 10 فممكن مثلا واحد يقول لي طب شوف 2 كده بكام مثلا يعني لو جبنا هنا point 2 هي كانت x1 plus 2 x2 equal 5 مشتين سوري 5 هنحط x2 x1 plus 2 يبا دي بواحد ونص يعني شوف لي كده point 2 1.5 اللي هي بت belong للسيجمنت اللي هي موجودة على الخط اللي بين المقطع دي الpoint دي set دي عود كده 2 1.5 في الobjective function هتلاقيها بالزبط تديك برضو ايه ال value تان هي هي بالزبط بالزبط دون ابداع يعني تمام الobjective function عود فيها نشوفها كده 2x1 يعني 2 2 4 1 1 1 6 6 4 10 مصبوطين زي ما اتفقنا كده اي point من الpoints على segment c دي اتفقنا بقى ان الحل بتكتب كده c d segment c d يعني all points in between c و d بما فيهم c و d احيانا الممكن تكسكروت c و d يعني بس يعني مش مش فاكساتنا دي احنا نقول point c point d بيحققوا في objective function 10 وكمان كل points ال between بيد 10 اي point واتفقنا ان انت مثلا جبت point على segment ده على حتة دي على المقطع ده point مثلا 2 1 point 5 لما تعوض فيها في objective function تديك 10 2 times 2 باربعة 1 point 5 فاربعة بستة 6 واربعة عشر طب هات لpoint تانية مثلا انا سنتوي عشان اتطمن هات point 1 2 دي برضو موجودة على على الحتة على نفس السجمن ده يعني point in between c و d عوض كده واحد plus 4 x 2 2 times 1 2 4 times 2 8 8 2 10 نفس القصة اي point يا ولاد موجود على الحتة البول دي هيديك 10 objective function 10 طب هم كاما عددهم infinite infinite يعني ايه infinite number of points اه طب مين فيهم بقى الحل المفترض ال decision maker هنا يا ولاد اللي بيحصل في السوق بقى بيحصل يعني طبعا دي يعني حادثة اه لو انت شغال modeler او انت شغال في OR يعني او في القصص دي يعني انت لو انت familiar بالسوق يعني ممكن يعدي عمرك كله ما تشوف هاش صعب جدا بين مليار حالة في الواقع تلاقي كيسة فيها multi optimal solution يعني تلاقي special case دي صعبة جدا يعني او اللي تنقي منهم دول لكن انا حابب انكس ان انت شفتها تبقى فاهم طبعا طبعا اللينير نفسها صعب انك تلاقي كيسة لينير يعني وصعبة اكتر تلاقي ان الكيسة تبقى multi optimal صعبة صعبة جدا يعني لكن احنا بنقول اتفقنا ان ده intro examples عشان تريلاي عليها بعد كده وتفهم او زي ما قلنا قبل كده في اول محاضرات ان intro example او intro course ده بياخد linear programming بس الطالب او المتعلم المتدرب فيه بياخد linear programming بس لانه اسهل محكوم يقدر تدرسه بسهولة يقدر الولد يفهم حاجات كتير فيه وبتاخده step منك تفهم بعد كده الحاجات ان linear multi objective fractional لكن للأسف وده مشكلة كبيرة مش بس في العلوم تانية ان احنا بناخد من exception rule بناخد generalize الحكم وبيفتكر ان الدنيا كلها linear programming أو linear program أو linear model بس وده من الصحة يعني اللي انت شايفو ده في حدود linear programming طيب هالدنيا مش linear programming اه دنيا مش linear programming طيب انت بتدهالنا ليه عشان تقدر تفهم بها الدنيا اللي مش linear وده بيحصل في معظم جماعات امريكا يمكن كمان في حدث تانية من الدنيا يعني بيدرس non linear في الاول يعني بتاخد العالم ايه عبارة عن non linearity وتاخد special case exception منه linear في الماثماتيكس linear exception من non linear special case المهم ما علينا يعني احنا عندنا دلوقتي ان كل شوال الحلول ده كل ال in between C و D يصلحوا ان هما يكونوا policies يكون strategies ينتج بيها قيمة X1 بكذا وقيمة X2 بكذا يدوني عشرة انا هنفذ مين فيهم في الواقع الراجل اللي مستني على باب المصنع ده مستني الرشدة الانتاج عم احمد بتاع كوش كده هقول عم احمد تنتج ايه من X1 specific value تنتج قدي ايه من X2 specific value وساعتها هتك 17 مين في دول بقى مين في كل الpoints دي يا سنطاوي C ولا D ولا حاجة في النص من وجهة نظر الر انت قدمت الحل يعني ال inputs طلعت الoutput صح المكنة طلعت قماش A within parameters المطروح اللي كان موجود في المسألة انت طلعت الحل من وجهة نظر الر صح الحل بيتكتب كده وبعدين نفهم احنا بيحصل في الواقع بس نكتبه الاول بيكتب بالمنظر ده تعال نمسح بس الحتة دي كده عشان نتفاهم الحل يا ولاد بتاع الجزئة دي بالذات يكتب كال قاتل حضرتك هتعمل كده هو وتقول CD CD segment بالمنظر ده is multi optimal تمام solution طب انت قلت لي يا صنطاوي ان الحل المفترض اعرف في X1 بكام X2 بكام Zip كام X1 هنا بكام point with X1 with X2 هكتب مين فيهم مش هقدر اكتب كل X بتاعت كل X1 بتاعت كل points أو X2 بتاعت كل points صعب بس ممكن تكتب ايه Zip cam equal 10 الحل لازم يتعرف بالنواجعة الحتة دي تاني بقيمة كل variable في objective function وقيمة objective function كام فانا قيمة كل variable في objective function انا مش قادر اجيبها لانها مش نقطة معينة specific اقدر اقرأ X1 بتاعت أو X2 ده النقط كتير جدا identical similar في القيمة اللي بيحققوها في objective function فمش هقدر اكتب X1 بكام ومش هقدر اكتب X2 بكام بتاعت كل points دي A C وD وكل points اللي بينهم شوالي عام ده infinite number مش هقدر اكتبه لكن تقدر تكتب Z equal 10 الحل بيتكتب كده Z CD is multi optimal solution where Z equal 10 وكده عمتم مساء بالنسبة لهذه المسألة ولكن يتبقى في صدر الشاعر بيت يعني المفترض ان انت تبقى فاهم احنا بنعمل ايه الواقع ان في السوق بقى اللي بيحصل ان حصلت دي يعني الكيسة دي وتحققت ان من وجهة نظر UR انت كتبت الصحة وكله تمام وفول مارك تمام لكن اللي بيحصل ان في utility function في further information في second step في يعني utility function عند decision maker عام محمد صاحب الكوشك صاحب المصنع system owner ده بيقول لك والله انا ميال لشكل ما تقدر انت تنقي به من العيلة الكبيرة من الpoints دي هي تاخد تبيك نقطة واحدة وتنفزها بس ده في further within او based على further information او في second step يعني انت بحدود ال or جبت تعرفت على كل الpoints اللي بتجيب objective function بتن في حالة الماتس ولكن ممكن هو يبقى له utility function تخبط السجمنت ده تانترساكت السجمنت ده في point معينة ساعتها هتبه هي دي الحال يعني كان في الواقع ودي utility function خاصة بيه هو ما الهلكش في الاول عشان تكتبه في الموضل او based على الواقع اللي طلع الحل اللي طلع شكل الحل اللي طلع ده جاف قلبه انه هو او جاف مخه او 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 جاف مخه انه هو يزود حت على الموضل فيقدر ينرو يقلل من نقطة واحدة على الخط اللي احنا رسمينه ده في في الواقع كده كان قصة يعني ودي يعني حصلت real life يعني real life problem يعني وانا كنت من الناس اللي فيها يعني مصنع كان بيمتج حاجات كتير بدون ذكر مين فين بكام وبعدين طلعت الكسة دي هو بنتج مثلا عشر منتجات طلع في يعني varieties كتيرة من والله ايه رأيك ننتج اتنين بس هنكسب مكسب احسن لو ركزنا في الانتاج ده فالراجل قال لا يعني مثال مثلا لو احنا في point c و d دي في واحد ممكن يقولك والله انا حكسب عشر عشر تلاف عشر يعني زاد حتي و ايه والعشرة لو انا في point c في الانتاج يعني انتجت من x1 ثلاثة وانتجت من x2 واحد واحد تاني يقولك لا انا كده كده حكسب عشرة اقفل يا عم خط انتاج x1 ده خالص وانتج x2 اتنين ونص منه وياخد point d الكسة اللي هي كنت بقولك عليها في الواقع ده يا الراجل قال انا طالما حكسب نفس المكسب فما جعلناش ربنا من الطعين برزاق خليني موجود في الماركت يعني يعني خليني ماركت شير ولو قليل قوي في حتة انا بنتج مثلا من الانتاج بنتج من البرودكت خمسة ستة عشرة فخليني موجود في العشرة وقدام ممكن ازود الماركت شير بتاعي باي تانية بقى ماركتنج وخلافه انا هقدر بتاع البرودكشن هقدر اعمل حاجات تانية يعني سمها وحيبتدي ينفس تكسبه اكتر المهم ان الراجل كان الوتيلتي فانكشن بتاعته ان هو مش عايز يقفل خط انتاج مش عايز يسرح موظفين مثلا مش عايز يمشي حد مش عايز يطلع من سوء ما مش عايز يبطل انتاج حاجة معينة كان هو بينتجها طالما ان المكسب بتاعه مش هيقل واحد تاني يقولك لا انا يا عام خليني مركز في واحد واتخصص فيه ينتج المنتجين ويتواجد فيهم في السوق وقدام ربنا يسهد وفي واحد يقولك لا طلعني يا عام من 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 انا هركز في انتاج واحد بس وقدام ممكن بعد كده هوفر حتى بتاعة المنتج اللي انا مش هنتجه ده ده موجود وده موجود لكن في النهاية في صدر او مزاج او طبيعة او فكر خاص بالدسيجن ميكر انت بتنقله ل بتنقي بوينت معينة من كل عيلة ال بوينت دي ده في حلقة متقدمة لكن بالنسبة لمسألة بالنسبة للانتحان بالنسبة للفكر بالنسبة للغار حتى انت ودي اول special case تاني special case يا ولاد هنتعرض لها في الفيديو ده اسمها unbounded feasible area نأجل تعريفها يعني ايه يعني نخش في تفاصيلها الفيزيكال meaning بتاعها وشكلها بعد ما نحل الموديل ده طيب الماثيماتيكا الموديل ده في objective function max واثنين constraints ومع logic تعال نجري كده في سرعة في الحل المرة دي مش هايزين نكتر في القصة لو قلنا ان الاولاني ده حنحقق الثلاث خطوات بتوع x1 plus x2 equal 10 طيب النقطتين هيبقى مرة بالزيرو يبقى 0 10 10 وزيرو واختصارا الاثنين points هيبقوا 0 10 10 وزيرو تمام ده كلام جميل كلام معقول والتاني هيبقى x1 equal 20 تمام تعالوا ننسم الاثنين ونطير على الـ graph xy plane ونخلص احنا اتفقنا طبعا في كل graphical method انت بتأول حاجة بترسمها x1 x2 زي ما احنا عاملين كده في الرسمة لما رسمت الاثنين constraints يا ولاد اول constraint اهو 0 2 2 0 وجنبه اعملت دائرة كده ان ده الـ constraint الاولاني عايز اعرف الـ satisfaction area بتاعته حاوض بالـ origin 0 plus 0 اكبر من 10 الفت عن صايد فعلا اكبر من 10 لا طبعا ده كلام false ادم false يبقى الarea اللي فيها 0 كلها false يبقى الarea اللي ما فيهاش 0 هي اللي true يعني احنا لو جرينا على الرسمة تاني يبقى مكان ما حيتحرق satisfaction area ياولاد هتبقى تحت في الاتجاه ده احنا قلنا 0 0 ده بيفيوليت ادام فيه point بتفيوليت يبقى الarea اللي بتبلونج ليها الpoint دية كلها بتفيوليت الزيرو حصل له يبقى الarea اللي فيها الزيرو كلها اللي اللي كلها بتفيوليت يبقى الarea اللي above اللي مفهاش الزيرو هي اللي بتساتسفاي يبقى زي ما احنا رسمين كده هو تمام ده كلام معقول جدا ورسمت الكنسترينت التاني دون ابداع قلنا x1 equal 20 تيجى على الشارع الاسم x1 وتاخد عند نقطة 20 straight line عملت كده فعلا لو هو بيقولك x1 اقل من 20 يبقى يتحرك ناحية الزيرو او في الاتجاه الاقل يعني تمام يعني القصة مرسومة كده بالظبط الله طب الحتة اللي تحت دي جبتها منين ما الحتة اللي تحت دي ياولاد دي دي البوردرز بتاعتها طب من البوردرز اللي من فوق ما فيش طيب الحتة اللي تحت دي جبتها منين جبتها من x1 اكبر من 0 في حد ذاته x1 و x2 اكبر من 0 دول الفرست بيترسمه x1 ده بيقسم برضو البلين ان انت بخليك تتحرك في الفرست الوقت بس المهم الاريا اللي قدامي دي عاملة زي ما يكون قوضة مقفولة وقع منها حيطة ختحت ارضك على الارض اللي جنبك انت عامل شارع ارض والارض دي مصورها في صور اتهد فتح ارضك على الشارع بقت غير محددة مفيش باوندرز مفيش بوردرز ما تقدرش هنا تقول ان الست كونفيكس فبناء على ان الست باوندد او كونفيكس اقدر ارسم كورنر بوينتز واقدر اقرر كورنر بوينتز دول وعوض في الابجيكتف فانكش اشوف الاكبر مين يعني المسألة special case انها unbounded feasible area المسألة ملاش حل طب حلها ايه ال special case نفسه حكتب ايه حكتب الكلام ده بالزبط كده unbounded feasible area او feasible region it's okay feasible area وعمتم صباح الله ده الحل اه ده الحل جوستن انت بتindicate بتmention اسم ال special case يبقى ده الحل لكن ال special case دي special case ليه تعالوا نتكلم شوية في physical meaning بتاعتها وبعد شوية حقرنها لك بcase تانية جاية بعديها في السوق دي بتبقى عاملة ازاي او في الواقع بيبقى عاملة ازاي تعالوا نتفق بس الاول ان دي مفيش حيطة اقدر اقرى عليها نقطة يعني ال area feasible area منطقة الحلول ده ما هي bounded ما هي set ملمومة على نفسها ما هي set convex بال mathematics عشان اقدر اقول ان الحل موجود في الكرانر المحكومة او الكرانر اللي موجودة في area محكومة او محكمة يعني مفيش حطان في كل الاتجاهات اقف عندها واشوف ال points اللي على الحيطة دي اللي على boundary دي اقرها وقارن بين ال corner points بتاعت ال convex set دي او feasible region دي الفيز region مفتوحة على الشارع طب يعني ايه يعني معناها يعني انا لو بعمل في اتجاه الماكس كده هنا في point طب في اعلى هنا في point الاتجاه اللي بقبط معايز عليه الاتجاه اخد بالك اللي بقبط معايز عليه infinite رايح لمالة نهاية يعني كل point هتجيبها في اعلى منها في حالة ايه باشا في حالة الماكس طب ماذا لو كانت المسألة دي في حالة الميني كنت قدر ألاقي حل ولا لأ سؤال متروك ليك ياريت ياريت جاو في الكومنت بتاعة الفيديو ده باشا يبقى موضوع انتراكتف بس يعني سيبلي سيبلي او في المحاضرة اللي هي هتبقى انتراكتف هاسمعك ياريت انت تقول هل في حالة الميني في حل ولا لأ في حالة الماكس ما ليش حل طب في حالة الميني طب هل أنا عشان رسمها وشايفها أقدر أقول ان فوق ماكس تحت ميني اصلا يعني مين قال ان ده ماكس وده ميني ما رسمتش اصلا ما رسمتش حاجة يعني مين قال ولا هي ايه اللي بيحكم الامر ياريت الحتة دي تتكلم فيها شوية معايا بالتفاصيل يعني يبقى فيه انتراكشن حتى على اليوتيوب يعني دي حاجة كويسة برضو خليني اقول لك برضو في نقطة باختصار بتعكس معنى ان الراجل الكلام بيولاد لما حتى بره يعني لما بقى فيه موديلنج لوحدات الحكومية انا بكلم على بره بره مصر وال والمصانع وال 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 دائما وابدا فيه بيبقى من الناس من الموظفين يعني فساعات بيهايدع عندك بعض المعلومات يعني مثلا تروح لموظف الحكومي مثلا استاذ احمد ولا استاذ رشاد في الجهة الفلانية او مادام عفاف مادام زينات السلام عليكم وعليكم السلام فيه مشكلة عند حضرتك احنا عايزين نساعد حرك فيها والوار دي بتقدم حلول وايه رأي حرك نعمل موضل فسيليتات الموضوع بتقولك لا انا ما عنديش اي مشاكل انا زي الفل انا فيش اي مشاكل عندي انا كل شيء تمام بتقول ده ظنا منها خوفا منها ان انت هتقدم ريبورت فيها او هتستبدلها بحد تاني او هي نفسها السيستم بتاعها المانوال اللي بتعمل بالورا والقلم ده هيروح وحيبقى اوتوميتد فهي مش هتبقى لها لازمة وحبقى الموضوع كله يعني حيجع لها بمصيبة يعني فبتهايت بعض المعلومات هي قالت لك كلام تضليل كلام مش صح قوي بس انت كتبته بالطريقة الصح يعني هي كتبت لك كلام غلط بس انت وصفته صح قالت لك ان فيه والله ان ما مثلا عندنا من ريسورس الفلاني ده عدد لا نهائي عندنا من ريسورس طبعا ده مشكلة من منطقي يعني عندنا من الحتة الفلانية ده عدد اكبر من اللي موجود فيه سامها اتلعب بيك يعني وطبعا انت كراجل بتعمل موضل وعندك طول زي ما اتكلمنا في حالة الفورمليشن وكانت الفورمليشن يا ولاد اكتر من صحيح في المهم يعني ده قصة الباقي كله بتكتب في السوق اللي بيعمل الموضل بياخد اربعة ضعاف اللي بيحلوا ده كلام عن خبرة يعني يعني دائما وابدا رؤية الخبير في انك ازاي تشف الموضل ازاي تشوف السيستم وتحطه الموضل المهم وانت قاعد انا بتكلم على الانباوند تفيزي بالاريا دي بتيجي ازاي في الواقع وانت قاعد بقى في السيستم ده وكده عملت لائب وكده حصلت شوية لخبطة قدرت تقدير مش مظبوط قوي فهمك للسيستم ما كانش كامل نتج عن هذا السيستم انك انت نتج عن هذا الفهم الخاطئ او التضليل حد لعب بدماغك حد قالك حاجة غلط حد عمل هايدينج الانفو مهمة جدا حد 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 نتج ان انت كتبت بعض الكونسترينز بشكل مش منطقي قدت للشكل اللي قدامك ده اللي هو اسمه ايه بقى unbounded feasible area وunbounded بتوع الماثماتيكس ادمخهم صارمة قديمة فسيادتك تكتب unbounded feasible area ما تكتب ليش no intersection ما تكتب ليش no attainable area الكلام الابداع الكرياتة ده قدرت الشيطان اللي جواك ده الله ارضى عليك دي مصطلحات علمية وبتكتب كده unbounded unbounded feasible area feasible area no intersection area دي مش ده في الجرافي ما لناش دعوه بيها unbounded feasible area تكتب كده خلاص ده كلام مهم جدا نبقى عارفينه وقلنا نتج هذه الحالة عن سوء تدير منك او ان انت ما اتبعتش اساليب كتير جدا المفروض طبعا الكلام ده قلناها بالكده الناس بتاعت الformulation دي بيبقى عندها soft techniques كتيرة يعني في كتاب مشهور برضو كنت قلتلكو عليه اسمه 72 quantitative techniques used in mathematics used in management ممكن يدخلوا ديل في تكنيك ممكن يدخلوا الصوات analysis fishbone affinity diagrams الحاجات اللي هي فيها interaction brainstorming ما خلافه بيقدر يinvestigate يعمل questionnaire للعمال بيسأل مرة سؤال بشكل وبعدين يرجع بعد شوية يسأل نفس السؤال بشكل تاني عشان يتأكد ان المواضيع كلها مظبوطة والارقام دي كلها مظبوطة وكل الانفو دي متقالة full declared بطريقة واضحة عشان يبني عليها موضيل ويبني عليها قرار واللي بقى الكلام ده كله هزاري يعني انت تتخيل انت بتعالج عيان ما بيقولكش حالته ايه بالزبط بيوصف لك عية مش موجودة عنده يبقى احنا بنضيع وقت يعني ف unbounded feasible area دي ممكن يبقى خطأ بنفسك انت حصلك سوء تقدير او خطأ ان انت ما عملشش investigation كويس قوي لصحة المعلومات المقدمة من الهيئة من الشركة من 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 وطبعا لازم تراعي ان فيه resistance من الناس لازم تراعي ده يعني الناس بتعمل ماجستير ودكتوراه اولاد في الحاجات دية في التخصص ده بينزلوا ويقابلوا ناس في شركات وبتاع بيعانوا الامرين عشان يطلعوا ده تقريل فعلا ده تبجد يعني يعني الموضوع عندنا مش واضح اوي كده حتى في مجلس ده متخصص القرار في اعلى هيئات في الاوار في مصر يعني اللي بيستخدم في الاوار في وزارات في الفل الموضوع لسه يعني مش اوي كده يمكن في القطاع الخاص في التصنيع في الحاجات ده لبقى الموضوع اوضح شوية في جانب الهندسة طبعا الموضوع بيجري اكتر بكتير لان في كونتاتيتف كتير بتستخدم وفي موضوع كتير بتستخدم في التصنيع في المهم نتج خطأ عن عمد او عن جهل او عن ان انت بشوفت شغلة كويس قوي قد ان فيه فردة كده فيه معلومة معينة فيها ضلال شوية فيها غلط قدت ان المسألة طلع الفيزي بالاريا بالشكل ده لان الكلام ده مش منطقي تمام بقى حل وكلام جميل جدا وكلام معقول نشوف بقى تالت حالة معانا اللي اسمها انفيزي بالاريا وايه الفرق اللي بينها وبين الحالة اللي اسمها انبوند الاريا ودي اخر حالة هناخدها في الفيديو ده تاني ده على الحل الموضل بسرعة كده اول اتفقنا هنرسم الاتنين هنقول لما تحط يبقى 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 التانية لما تحط يبقى يبقى التانية عام الشيخ تلاتة واربعة تلاتة سوري دي زيرو يبقى اربعة زيرو وتلاتة واربعة ودي بزيرو واربعة وزيرو وعمتم صباح حلو قوي تعالا نرسم بقى الاتنين دول زيرو وتو وزيرو سرعة كده هادي زيرو وتو وان وزيرو سوري اهي هادي اول واتفقنا انه هو تحته اللي فوت تعالا نشوف عوض بزيرو وزيرو اقل من اتنين اه يبقى القرية اللي فيها الزيرو وهي يبقى يمشي تحت زمن الرسم تمام التاني قلنا اربعة وزيرو وزيرو وتلاتة عوض بزيرو وزيرو رسمته الاول اهو الشكل انت شايفه ده الشكل انت شايفه ده وكسبت عليه اتنين اهو وبعدين اه نشوف كده بقى بتاعته تعالا نشوف زيرو بلس زيرو اكبر من اتناشر يبقى الاريا اللي فيها الزيرو كده يعني باختصار هي والاريا اللي ما فيهاش زيرو يبقى يبقى الاريا الانترسكشن بتاعت الاتنين مع بعض مش موجودة دول عاملين زي اتنين متجوزين مدين ظهروهم لبعض واحد باصص للتلفزيون وهي بصة في حتة تانية خالص وبينهم حالة من الخرصة الزوجي ما فيهاش اي نوع من الحوار ما فيهاش اي نوع من الاتفاق الكلام ده الكلام ده ممكن يحصل بين اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة المهم انه ما فيهاش انترسكشن اريا بتساتيسفاي ما فيهاش فيزبل اريا ما فيز فيزبل فيزبل او انترسكشن لكل الساتيسفاكشن بتاعت كل الكنسترين مع بعض الكلام ده معناه ايه بقى اولا الحل ايه قبل ما نقول الفيزيكال مينينج والفرق بتاع المسألة دي عن المسألة اللي فاتت ايه الحل بتكتبك سيادة حضرتك كده بالضبط ان فيزبل اريا وبس تكتبش حاجة بقى تانية بقى ولا تكتب بقى ولا تجود ولا تكتب بكوز الكلام ده كله هاري يعني يا ريت حضرتك تكتب الله يا جماعة في ناس كنت بشوفها بيكتبوا يعني كده كده في ناس تكتب لك ده مش برضو مش حل انا عايزك كده في ناس تكتب لك نوع التاني والنوع مش عارب لا لا احنا هنكتبها كده بالضبط طيب دي طب اقص الفيزيكال مين ايه اللي بيحصل انت شرحت لي الاولانية التانية كنت عبارة عن ايه والله دي لو صدفتها انت في حياتك كراجل بتعمل وشغال في الاو ار فعلا في السوق تبطل الشغلانة ينهر ابيض ابطل الشغلانة اه تبطل الشغلانة لان بصراحة كده انت بالدليل انا حاسبيتلك ان الكلام ده ما ينفعش ما ينفعش يعدي خالص ما ينفعش يعدي خالص عليك اه اه كلام مش منطقي ايه اللي في الشيء يحق ايه ايه النقطة اللي اتحقق دلك بص معا للمسألة اصلا بص كده معايش بب بص الكونستريند ده بيقولك تقريبا يعني مجموع x1 x2 ان كان الكون FIN اقلي من اتنين وبعدين نفس القصة x1 plus x2 تقريبا يعني يعني اهم الكون x1 plus x2 اقبر من اتناشر فاذاي في سمشن متاع اتنين اقل من اتنين انت بتضغر على سمشن متاع x1 اقل من اتنين بتضعر على مجموع الاتنين يبقى اقل من وفي نفس الوقت بتضعر على مجموع الاتنين يبقى اكبر من اتناشر الكلام مش منطقي وانت عديته يعني ايه يعني الراجل لما قاعد يتكلم معاك وانت نقلت كلامه قال لك كلام مش منطقي بالمرة قال لك والله احنا مجموع عندنا الـ X1 والـ X2 لما بيتشيروا الريسورس الفناني بيبقى يعني أقل من اتنين وفي حتة تانية في موضع تاني قال لك والله الاتنين لما بيشعر في ايه بيبقى اكبر من اتناشر ده كلام مش منطقي طبعا خالص انا عايزك تفهم ان عايز مجموع X1 و X2 هو بيقول لك وانت كتبت وراه هو وصف لك توصيف غير منطقي ده مش عن جهل ولا عن عمد ولا عن توصيف ضلال قال لك في حاجة ما تحصلش وانت كتبتها وراه دون ما تشغل دماغك ودون ان تفطن او تتوعى ان الكلام ده مش منطقي فطبعا دي يعني لو حصلت يعني اتبطل الشغلان دي احسن انه مش قصتك هو قال لك والله ان مجموع X1 و X2 عايزه ما يقلش عن اتنين وفي نفس الوقت مجموع X1 و X2 ما يقلش عن اتناشر ما يزدش عن اتنين وفي نفس الوقت X1 و X2 ما يزدش عن اتناشر ازاي طيب ايه المنطق ده عدتها ازاي دي عدتها في الكلام ازاي يقول لك والله انا انتاجي من X1 و X2 ما بيزدش عن اتنين وينتاج اليومي ما بيقلش عن 12 قالك في نفس الاعداء المعلومتين المتضاربتين دول يعني كلام ما يعديش على المخ وعد عليك طبعا الفرق بين المسألة دي والمسألة اللي فاتت ايه برضو من الحاجات اللي المفروض تتقال المسألة دي يا ولاد المسألة اللي فاتت سوري الانباوندد يعني فيه اريا بس اريا مقطورة اريا مكسور السور بتاعها فسايحة على الدنيا اريا ملهاش نهاية بس في اريا لكن هنا مفيش اريا اصلا في الانفيزة بالاريا مفيش اريا اساسا ففي الواقع دي الانباوندد يعني تعالوا نكتب الاتنين جنب بعض في الانباوندد انت عندك آلية تنهانس الموديل تاني وتنزل تاني المصنع وتنزل وتشوف وهو 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 وتحاول تنفورس الموديل ان هو وهو يبقى له اريا كومباكت اريا اه 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 قلوست اريا لها بوردرز وتحل المسألة يعني فيه لو اتعدل في الموديل الانباونددد ده يحللك المسألة عادي خالص وتقفل الاريا على نفسها وتلاقيك رانر والدنيا تمشي في معلومة اتنقلت غلط عن عمد من موظف خايف منك أو عن جهل منك لو تزبطت السيستم كله وبعد كده صح وما فيش مشاكل خلاص الانباوند فيه اريا ممكن معالجتها لكن دي لأ الانفيزابل ده الانفيزابل ده ما نفعش خالص ده فيه حاجة لازم تتشال لازم من الاول نبتدي على بياض نكتب موديل تاني ونكتبه بطريقة صح ونكتبه بطريقة مظبوطة لان ده مش موديل يتعالج لا ده شود بي من الاول ودي يعني الفروق اللي الجوهرية واحد فيها اريا الانباوند اريا التانية ما فيهاش واحد اسهل في العلاج اللي هو الانباوند الانفيزابل محتاج ان يتكتب من الاول تاني او يتشاف بعمق يعني لان الموضوع مش منطقي بالقصد مش دول بس انا كنت حابب ان انا اقول لك بشكل لكن دول عبارة عن زي ما قلنا ليهم طبائع خاصة ليهم معينة و في الواقع برضو بتبقى لها خصوصية معينة الشكل الجراف بتاعهم الجرافيكال سيديوشن بتاعهم ليهم اعتبارات معينة يعني ليه خصائص معينة زي ما شفنا كده في الفيديو ده وكمان لما نيجي نحل السيمبلكس الفيديو اللي جاي هتلاقي ليهم برضو اعتبارات او شكل الحل نفسه برضو بيدل ان هما يعني تده تتعرف عليهم في اي مرحلة من التلاتة في السيستم وهو في الحل بالجرافيكال في الحل بالسيمبلكس الاسبيشيال كيسيز او مهم في الاو ار او ممكن تتعرف عليه بدري يعني حاجة مثلا مشهورة قوي الملتي اوبتيمال ديه قالك لو سلوب بتاع الوبجيكتف فانكشن يعني بص ده 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 كان احد يعني ده في الينيار طبعا كل الكلام اللي بتكلمه من اول الكورس الاخر الكورس ده الينيار بس اتنين واربعة هنا واحد اتنين الريشيو هنا اتنين باربعة هي نفس الريشيو بتاعت اول ده هي نفس الريشيو بتاعت اول كده كده شوفها مع دي كده مع الكونستريند دي ريشيو وان تو تو او الاسلوب يعني معروف لو اسمتها هي الرقمين على بعض هي ديك الاسلوب بتاع الستريت لاين ده والفانكشن ديه بص التاني بقى تو تو وان برضو وان تو تو سوري اهو نفس القصة فلو كان النفس او الاتنين كوفيشنس ليهم ريشيو معينة وفيه من الكونستريند ملتيبل ليهم يعني اتنين لاربعة تلاتة الستة اربعة التمانية عشرة العشرين فيه من الكونستريند ملتيبل لنفس الريشيو دي تعرف ان دي ملتي اوبتيمال سوليوشن يعني ايه يعني حييجي تتطابق مع احد الكونستريند وحيكونوا ملتي اوبتيمال سوليوشن لحد هنا خلص الفيديو وان شاء الله نشوفكو في فيديوز تانية ياريت برضو ما تحرمناش من الكمنت لو كان عندك او فيه اي كلام او حاجة عاستفاهمها او 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 هي احد قليات برضو الشرح والانتر اكشن اللي بيني وبينك يعني وان شاء الله الفيديو اللي جاي ان وفروض تشوفه بعد ده يبقى simplex method